أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب أكثر من مليون وثمانمائة ألف قرص من مادة الانفيتامير المخدر كانت مخباءة في مخازن سرية تحت الأرض في مزرعة بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف وقد تم القبض على أربعة متهمين وهم مقيم يمني وثلاثة مواطنين وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة